اسمحونا بس في البداية وقبل ما نبتدي حلقتنا نتقدم بخالص التعازي لأسرة اللاعب سامي سعيد لعب فريق مطروح اللي وفاته المنية بالأمس في مباراة فريقه أمام السلوم بسبب متكرر قبل كده يعني حصل يعني العشرات يمكن من المرات في ملاعب مختلفة في دول مختلفة لما اللاعب بيبلع لسانه فطبعا رحمة الله عليه وربنا يلهم أسرته وزوي الصبر والسلوان خالص تعزينا بس الله يرحم طبعا هذا اللاعب يعني بعض من حضراتكم ما يعرفوش دخلته بصيته في السيفي بتاعه هو لعب كان واعد جدا ولاعب على المستوى الشخصي يعني من الناعي اللي أنا شفته والناس اللي كاتبه يعني تعزي أهله وغيره الكلام الحلو اللي أنا قريته عنه ويأكد لنا أن ده كان لعب جد محترم جدا إنسان وكان لعب صاعد زي ما كنت بقول لحضراتكم واعد جدا لكن موضوع الوفاء عن طريق بلع اللسان دي متكررة جدا وشفناها كتير وللأسف الشديد حاجة بتبقى غير متوقعة وملهاش حل يا كريم يعني دي بتيجي زي ما بتقال كده في فجأة أو حاجة فجائية بتبقى صعب أن أنت تتداركها إلا لو في السواني الأولى أو في الدقائق الأولى قدرت أن أنت تستوعب الموضوع وبرضو لو الواحد ليه عمر لكن شفناها مع لعيبة كتيرة جدا للأسف الشديد بيفقدوا يعني حياتهم بسبب بلعق اللسان مش عارفين فاكر احنا عملنا فقرة كاملة عن إصابات الملاعب وتكلمنا تحديدا ونسبة الإصابات ونسبة الوفيات اللي كانت في الملاعب كانت فقرة كاملة كان منوارنا وقتها قال مش فاكرة كان قمت تحديدا كذا شهر بتهيألي وتكلمنا في دو نسبة الوفاء عن طريق بلع اللسان كانت الأعلى تقريبا في الملاعب المختلفة وقلنا وقتها أن لازم يكون فيه فريق طبي يعني جاهز على بعد ثواني من أي لاعب يسقط على الأرض كان سبب السقوط ايه وقلنا قبل كده أن لازم يكون فيه توعية كافية حتى عند اللعيبة نفسها يعني كل لاعب ممكن جدا يعني يكون فيه لاعب هو القريب فيبقى أسرع بكثير في التدخل وفي محاولة الإنقاذ عن حتى الفريق الطبي فهي أعمار في نهاية المطاف ولكن نرجع ونقول برضو فيه أمور معينة لازم تتاخذ في الحزبان حتى لو نسبتها مش كبيرة أو حتى لو مش ده العادي بس هي ورد أنها تحصل وهي حصلتها يعني خالص تعزينا خالص تعزينا وكمان خليني أقول لحضراتكم أن كابتن محمود الخطيب يعني وعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية المختلفة والإدارية كمان أصدروا بيان به ينعو ببالغ الحزن والأسى اللاعب يعني ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب أمين يا رب العالمين